سياق كشف ما دار في الكواليس ليلة التصويت على قرار بشأن سوريا نقلت القناة الثانية الفرنسية أنباء عن حوار ساخن دار بين مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين وحمد رئيس وزراء قطر قبيل التصويت على قرار حول سوريا حيث وجه القطري حمد إلى تشوركين تهديدا من مغبة إقدام روسيا على استخدام حق النقد الفيتو فما كان من تشوركين إلا الرد عليه بكل هدوء قائلا له إذا عدت لتتكلم معي بهذه النبرة مرة أخرى لن يكون هناك شيء اسمه قطر بعد اليوم تشوركين قال إنه يتحدث باسم روسيا العظمى ومع الكبار فقط مخاطبا حمد أنت ضيفا على مجلس الأمن فاحترم نفسك وعد لحجمك